محمد تسمعني؟ نعم أسمعك أستاذ تسمعني؟ تمام ممتاز أرجع لك سيادة العميد بنقطة قبل الفاصل تحدثت بنقطة قلت نقطة سجلها سجلها علي وانتهي هنا بالكرخ والرصافة بالمستشفيات كل مستشفى بيها مفرزة من وزارة الداخلية معنية بمواضيع تورع الأعضاء يعني المضطر واللي حالته صعبة وهي اللي نص عليها القانون أنه يجب على المتبرع أن يكون شأنه أن يحيي نفس على شرط أن لا يضر نفسه هذه المادة المثبتة مادة خامسة أولا وثانيا من هذا القانون أغلب وجنابك تفضلت ببداية حديثك بأنه التنظيم وكأنهم بيع الكلاة وبيع الأعضاء يعلن عنه وكأنه تنظيم سري خطير وهذا كلامك صحيح السبب يرجى إلى دقة ومتابعة أجهزتنا للمواقع طبعا بالمناسبة نحن نصير لدينا كشف الأساليب العمل ونبحث وعدنا وصل العدد إلى 186 قضية نظرتها القضاء وأصدرت قراراتها بأحكام شديدة الردع وصلت إلى 15 سنة ما قوتها 15 سنة نعم 15 سنة يعني الدكتور اللي يحاول ما يطبق فقرة من الفقرات أي إذا كان على جثة يحكم أقل مدة ثلاث سنوات وبيتفاصيل هذا القانون إن شاء الله أعزك بي أوطيك نسخة من عندك تقدر ترجع لقانون دعش سنة 2016 بدأوا يلجأون إلى مو بالمباشر يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالها وإحنا اخترقناها أيضا وعدنا مجموعة قبل فترة وحيلت إلى القضاء من خلال الوسطاء وأغلب الوسطاء أيضا هاي معلومة لحضرتك كل المشاهدين أغلب الوسطاء هم متبرعين تستهوي الفكرة يتبرع الراحة أكثر نعم يبدأ يدخل الوسط لأنه كان ضحية بالبداية تحول إلى وسط بعدها بلش يسحب يأخذ يعرف الدكتور يروح يوصل له وين يوصل له هاي كله قلناه في كردستان احنا مردد باللوم على شو مردنا تحديدين في كردستان ياسم يعني اليوم مش قبل الشهر اليوم اليوم 16 اثنين خلينا في مثل هذا اليوم تحديدا من العام الماضي تم القفض على 25 تاجر أعضاء بشرية في الموصل نعم رأيك بهذا العدد مع الألم أضيفك لمعلومة موقع أرب وكلي البريطاني تقرير اعتبر فيه العراق محورا لتجارة الأعضاء البشرية شو نشوف هذا التقرير برأيك هذا التقرير ولكن احنا عدنا منظمات عالمية ودولية صنفتنا للمرحل للمستوى المرتبة الثانية من ناحية تجارة البشر احنا كنا بالبرتبل كمستويات نعم احنا لا هذا كمستويات نعم الدكتور يعرف هاي ترجمة نانسي قنقر